يعني أنا بقول فيه تعاون كبير مع الاتحادة العامة من غرف التجارية والشعب المختلفة والتجار الحقيقة يعني احنا فيه أهل المدارس بيبقى فيه مواسم تعرف الوزارة بتتواجد فيها بكثافة عشان بتعمل إتاحة أكبر وتقلل الأسعار يعني أهل المدارس النهاردة فيه محتوى كبير جدا من المنتجات مش فقط المنتجات المدرسية إنما منتجات أخرى عملية التمويل للمدارس ومصروفات المدارس فهناك بنوك عملية فعندك الحقيقة أصبح النهاردة الـ events اللي بتتعمل ديت أو المنتديات أو المعارض اللي بتتعمل زي أهلا رمضان أهلا مدارس بص على الكثافات بتاعة الجمهور أو المستهلكين في هذه المتاجر الكبيرة أو المتاجر المتنقلة أو المتاجر الانتقالية نتعرف بيبقى فيه يعني الحقيقة مجموعة من أقول بتعمل المتاجر بشكل مؤقت في المحافظات وبتكون موجود فيها كافة أنواع السلع تبقى للمناسبة بتاعتها سواء سلع رمضانية أو سلع المدارس أو سلع تتعلق بالأعياد في الأوكازيون خلال الفترة اللي فاتت وكمل محلات المشاركة في هذه المناسبة ده كله انت بتحاول تعمل ايه؟ رواج للسلع وده جزء كده من تنمية التجارة الداخلية ده من تنمية الاقتصادية ليه؟ أما بتعمل رواج للسلع فتخلي المصنع ينتج أكتر ينتج أكتر يبقى أنت بتزود إجمال الناتج المحل طيب طول ما ده شغال يبقى أنت بتزود معدلات النمو معدلات النمو في أي دولة بتيجي من مجموعة من العناصر يأما بتزود حجم القاعدة الصناعية بتاعتك بتزود حجم التجارة سواء الداخلية أو الخارجية مع العالم الخارجي أو الاستثمار أو الادخار أو الاستهلاك والحقيقة جزء رئيسي من أن احنا السنة الماضية تعدنا الستة في المية في معدلات النمو كان بسبب كثافة الاستهلاك بسبب ايه؟ كثافة الاستهلاك كثافة الاستهلاك معناها أن أنا في عندي قدرة شرائية أوسعة عندك قوة شرائية قوة شرائية أصلاً ما هي بيكون في استهلاك يعني بيهم هذا معناها فرص عمل أكتر بزابط يعني الناس معها كاش اللي معها كاش بينزل يتسوق أو يتبضع فبيحصل على هذه البضاعة وبتبقى ملكيته وبعد كده بتنزل بضاعة مرة أخرى من مصانع فبالتالي حركة دوران الاقتصاد بتبقى الحياة إيجابية للغاية